اسمع منادي الله ينادي ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي وإني أشد شوقا لهم ألا من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني من ذا الذي أقبل علي وما قبلته من ذا الذي طرق بابي وما فتحته من ذا الذي توكل علي وما كفيته من ذا الذي دعاني وما أجبته من ذا الذي سألني وما أعطيته أهل ذكري أهل مجالستي أهل شكري أهل زيادتي أهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطفرهم من المعايب من أقبل علي فقبلته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد ومن أراد رضاي أردت ما يريد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد من صفى معي صافيته من أوى إلي آويته من فوض أمره إلي كفيته ومن باع نفسه مني اشتريته وجعلت الثمن جنتي ورضاي وعد صادق وعهد سابق ومن أوفى بعهده من الله يا فرحة التائبين بمحبة الله فيا فرحة التائبين بمحبة الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطكرين الهج بحمده واهتف بشكره وقل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بعوذ بك من شر ما صنع وأبوء إليك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ترجمة نانسي قنقر